عودنا والعودو احمدو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم شراكم شاء الله تكونوا بخير وباحسن الاحوال غبت عليكم البنات على بالي بصامع لي شاني رجعت كتب الله عز وجل واني رجعت لقناة متاعي اكيد عندي ذوكا فيت 15 يوم الى 21 يوم عملت لكم شفيديو وكاين لي اتوحشوني واشتاقوني وفتاقدوني ودلوا لي تعليقات وكايني اللي جاتوا معادي قالك طرق السد اللي تدي ما ما ترد بصامع لي شكتب الله عز وجل اني رجعت لقناتي رح نقولكم السبب الوش اني غبت وفي نفس الشي ثاني رح نحكي لكم بنات على القصة الميتل ما راكم تشوفوا يعني الواقعية لسراط مياه بالمياه وقاتلي المتتبعة يعني الجزء الثاني لهذه القصة حكاتلي متتبعة وشاركتها معكم من قبل في فيديو ودركة رح نحن نحكي لكم نكملكم الاحداث يعني وين وصلت الحكاية ودركة في الوقت الحالي هذيك الولية والله الزوجة هذيك وش رصاري فيها والاي مرحلة وصلت ليها مثل ما شفتوا زوجها يخدم مثل ما قلتوكم يعني لنبدأكم مقبل بالقصة عطاكم عليها رؤوس عقلاء ما بعدتي نقول لكم مش صرالها زوجها كي يخدم يعني شهر بشهر وعندها مشاكل مع زوجتها ودركة نحكي كي ما نقولو يعني العزوجتها من ذيك النوعية اللي ما تحبش تبين عيبها قدم بنها تحب تبينو حبلها ناس ملاح وباللي تحب مرتبنها ومنها لانه هو راها طفل فريدة كذا جيتك شغل غيرها ولا حاجة كما هكا رجلها كان يقول لها مستحيل انه الأم انتاعي تدير حاجة كما هكا ومستحيل ومستحيل انها جيد ضدكم منها خصوصا قصيكم اللي راها عروسة جديدة عندها منتا شهرين والكاعدة هي حبها دارها وحدها ومنها ومنها المهم بكا نحكي لكم الحكاية وين وصلت الأمور قبل ذلك بنات شوف وراني عملتكم اللي هنا جولة داخل داخل المحل هذا جبتكم هالأسعار وكل شي يعني حوالي جراقيات على الناس اللي عندهم اللي ما عندهمش تاني كينين اللي قيس قيس يعني كل واحد قلاش اذك يلبس قيس وكل واحد يمدرج لي على على حسب يعني امكانيات انتاعه مو مش عايب انه نشوفو لي موديل ومنها حتى اينا نقدرناش نشريوهم باكي لما روح نشوفوهم في الديار والله ما نتفاجؤوش ولا ما نتخلعوش ونكونوا دي جاعدنا فكرة مليح الانسان وهذه الدنيا قادر اليوم كم عندك شغل والله عز وجل يرتقك وتكسبي الشي اللي كان يبلك باللي راح حلم ومستحيل انك تحقيه في حياتك وبالنسبة للغياب تاعي قلتكم بنات غبت عليكم فترة على بالي لا غالب بصراحة جاتني واحد الافكار هكذا الانسان يمر بمراحلهم منها جاتني واحد الفكرة هكا في راسي قلت نبدل المحتوى التاعي بصراحة تبت بنات شوية وقناتي شوية ما نجحت ليش هكا ومنها ونتعب يعني تلمو عندي ظروف اكيد كاميرا كمعالفي اعرفينها القناة تتحب امرأة تكون قاعدة في الدار متفرغة ليها 100% وكل شي لانها تدي وقت كثير بنات لا غالب عندي انا ظروف يعني خصوصا هذا العام يعني ربي ان شاء الله يفوت بخير ان شاء الله يا ربي ونرجعكم بقوة قلتكم كنت حن بدل المحتوى نديروا اخباري لكن كتب الله عز وجل ورجعت القناتي بفضل يعني تشجيع يعني صديقتي ربي يحفلها ان شاء الله ويخليها ان شاء الله يسمها عندها قناة ومنها ان شاء الله هنحط لكم القناة التاحة في المنتدى ورحوا لها ان شاء الله يا ربي وكتب الله عز وجل قلتكم ان شاء الله هتلقوني في الفيديوهات القادمة يعني تقوا انتاج كثير وكثير واتقان كثير ويعني يعجبوكم ان شاء الله يا ربي فوت هذه بارك المرحلة ان شاء الله ونرجع لكم كي ما كنتوا لا اكثر وذكروا لكم ابنات للقصة انتاع هذي المرأة يعني اللي متزوجها وزوجها يخدم شهر بشهر قلتوكم لما كان زوجها ما كان شو منها كانتوا ديرونجي فيها عز وجتها ومنها ومنها وهي راهي منبا منزوجها عندها شهرين طفلاتها ثانية لا يسمح لهم ثانية واش نقول لكم مهدها مشا ربي كي ما يجيوا مهم جديرين هكي ما اخوتهم يحكموا لك الصالة ولا يحكموا كشمبرة عمهم والله ويقولوا غير يشيخوا حدهم محبوش يدخلوها لهم وامو اللي شي اللي قلتوكم زادت طيم بالله انو الامو تعس فيها حتى للماكلة يعني تخيلوا بنات وحدة يعني هكذا عروسها ومنوذها لزيدها حتى ما زادت طيم بالله انها تعسها للماكلة خصوصا انو زوجها ما كانش كان زوجها معاها في جناب هنقولوا معليش بصح زوجها ثانية في الصحراهية ثم مرمدقت لكم اللي هنا سطب ايا قلت راحت قلتوكم صبرت بارتوين فقلت جات النقطة قلت 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 اللي فيضت الكاس راحت غضبت لدارهم يعني ومنها لما جاز وجهها لقها غضبانا ومنها ظهار قلتوكم اللي هنا المشكلة كبيرة واشنو قلتوكم انا غضبت قلت لعله وعسى انو يديني حلوة اللي يديني معاه لصحراه قلتوكم واشنو اظهار بوم مايما كيما قلوحنا بوم مايما يعني اللي تقولها لالأم انتاعو يديرها سواء غالطة مش غالطة مهم دايما لالأم انتاعو معها الحق قلتوكم مشيلي زياد طين بالله انها ذوكا راهي بالحمل يعني راهي بالحمل ذوكا دخلت تغنان تبين زوجها يقولها ترجعي ترجعي وحدك كيما قلوه هي اللي انو جا كيما قلوه جا الابتاحة ووليداها ماشي يستند زوجها اداها ولا شي خولع زوجتها واحنا عدنا كامل يعني في الجزائريين الى غضبة المرأة وراحت هي دار دار اهلها لازم اهلها اللي يجيبوها يعني لما طح في ناس عندهم تغنان تبين الى اداك زوجك رجعك زوجك بصح كان اداك اخوك ولا باباك وإلا لازم هذوك هو ما اللي يرجعوك هكذا في العادة وتقاليد ته المجتمع اه مو شمعتها عن الجزائري كما تعرفوك ما هكا قلت تكون مشكلوين انها هي اللي راحت برجليها رجلها دار تغنان تقالها ما نرجعاش وكل شي ما رجعكش تجيو واحدة كوية نفس الشي ثاني دار تغنان تهكا كبثل ما نعرفو يعني زوجها الغالب يعني يتسير فيها الام انتاع وهي اللي راها تمشي فيها لا هواها تقوله موت موت وتقوله احيا احيا هذي الحكاية كاملة لقدتوكم اعرفت باللي كانت الامتاع وحبها تجيب يعني واحدة من الاقارب التاحة ما هيش حبتها من البداية لهذا الشي اللي راها تدير هذا المشاكل ومثل ما قلتوكم طفال فريد كما نقولو احنا عوينا فريدها وإلا وجدتها صعيبة انها تخلي مرأة تدي لها زوجها كشغل عفوا تدي لها معذرة منكم تدي لها ابنها غارت وكل شي جتا حاجة كبيرة كيفاش ابني ربيت ومقرب ليه ومنه ومنه وبعده تجي واحدة برانية تديها عليا وكل شي على بالك هكذا قاعدة دلو نجي فيهم باش متخليهم مش يعيشوا في امان واستقرار وكل شي ضركة هي راها غضبانة وكل شي قدتوكم كنت ناوي على الطلاق لكن واش نوضوكا الحاجة الطريقة اللي جات اللي قدتوكم لقيت روحي بلي راها بالحمل كما نقولو احنا يا بالكرش لقيت روحها بالحمل يعني اللي هنا اللي ضركة ملقت مدير يعني بصراحة يا قلت صايي ما نقدرش نهائيا انها ترجع لدار شي خم يعني سوفلت معهم قلتكم زاد حتى زوجها راها يعني زاد زوج التاحة ثاني زوجها اللي زاد ظهر بومي ما كما نقولو يمشي غيرو بهضر التمو يتبع في الكلام بتاعه موت قلو موت موت احيا احيا وهي ذكراهي بالحمل هدا وين راها بالحمل مع لبلش قلت اسكو يعني من خلال سؤالتها حات بلغ اهل شي خاد قولهم بلي راني بالحمل وإلى لا لا وهي لكن راها يعني حبها تطلق يعني اطلاق مية بالمية ويعني زوجها هو يحب الاولاد وزوجتها تحب الاولاد يعني بما انه يعني اول اول ابن عندها اكيد راح تحب الاحفاد انتاع وكل شي متأكدة هي بلي الى سمعوا بلي راح بالحمل راح يرجعوها هي ما يش حب دولهم حب اطلاق اللي هنا يعني اه اللا عز وجل انا اقولها ممكن اللا عز وجل دلك هدا اه الملايكة يعني هي الجانيين هدا ولا الصغير باش يرجعكم يجمعكم مع بعضاكم وما تدري الدنيا وش فيها يعني يعني لكتبكم اللا عز وجل راح تبقى مع بعضاكم وقولها ربي هنيك ان شاء الله وترجع لدويرتك